بتقول إن هي بتعانيها من مدربين ما بيعملها شو مع لعيبة تانية؟ لا مش بيعملها غير لما مثلا اللعيب ده بيحس إن هو مش مقتنع بيه فنان فاللعيب هو من نفسه بيقع فهي ما أصدق؟ في ناس بتقعوا تتكلم على المنتخب دلوقتي عمر جابر وبتسترجع مشكلة سابقة بتقول إن هي السبب إن هو بيستدعيهوش عمر كمال عبدالواحد بيستدعي مشكلة سابقة وبتقول إن هي السبب إن هو بياخدوش المنتخب غلط لا؟ لا صح غلط إن يكون بيعمل كده؟ غلط طبعا طبعا زي ما أنا بقولك الخلافات الشخصية يا هاني حاجة وإن أنا إني لعيب زي ما أنت بتكلم ده لبقى إحنا بنتكلم فيه إن أنا دلوقتي عمر ولا عمر جابر أو عمر كمال عبدالواحد خلاص أنا في خلافات زي اللي أنا قلت لك في الأول حتى لو في خلافات بس لعيب هيكسبني ولعيب لأ أمقدم دوره لازم طبعا يبقى حرام علي أنا أنا بعد كده ممكن يحصل لمشاكل في حياتي بسبب إن أنا جيت زلامت إن أنا لما لعيب دلوقتي يا هاني مثلا يخدش الجيم ويتمرأ مثلا تمرينتين ثلاثة يروح يعني عمر أنا بشوفه بيتمرن مثلا في جيم وعمر كمال عبدالواحد يروح مثلا يزود ويكتاد عشان يوصل إن هو عايز يلعب في المنتخب بالضبط وإنت مثلا ككابتن حسين مثلا لهو زي ما الناس كلها بتتكلم إن هو لو هيحسبها إن هو عشان في خلافات شخصية فطبعا ده غلط مش مش معاي طبعا يعني مع الكابتن يا هاب جلال رغم أسر الفترة الله يرحمه الله يرحمه إيه اللي بتفتكره من علاقتك معاه ما بين مدرب ولعيب؟ بص كابتن يا هاب يعني الله يرحمه يعني بجد من الناس اللي أسرت في الواحد جدا إزاي؟ أنا ععدت فترة أسرة معاه تلعبت معاه تلعبت متشاد تقريبا بين أفريقيا ودوريا بالضبط بص يا هاني والله أدب احترام خططيا تكتكين كل اللي إنت عايز تقوله قوله في الكابتن يا هاب الله يرحمه الله يرحمه عمره ما يهين لعيب عمره ما يغلط في لعب زي ما بقولك إراية ماتش من أحسن المدربين اللي شفتها يعني اتمرأ انت معاه في حياتي تدير ماتش وإراية ماتش والماتش شغال أغلبية المدربين ببقى متانشن شوية من الدغطة العصبية فهي واقع تفاصيل بالضبط ممكن تطلع اللعيب انت شايفه وحي شوية من أحسن اللعب فيه تفاصيل صغيرة كده اللعب كورة يعني ومارس هيخب بانهم الحاجات دي فالكابتن هاب كان بيقدر الله يرحمه يعني كان بيقدر يعملها يعني ذوك رسم الكابتن هلم طولان من يومين طبعا فشلت المفاوضات ما بينه ما بين الإسماعيلي بعد أو قبل ساعات من توقيع العقود طلع بنفسه قال انه حسن في محاولات لتطفيشه من جانب رئيس مجلس الإدارة المهندس نصر أبو الحسن حاليا بدأ الإسماعيلي بالفعل مرحلة الإعداد وبدأت بالوقوف دقيقة حدادا على روح المرحوم الكابتن إيهاب جلال المدير الفني السابق للإسماعيلي بقيادة الكابتن أشرف خضر وجهازه المعاون اللي هيبدأ المسئولية مؤقتا لحين الاستقرار على مدير فني جديد من الأسماء المرشحة حاليا الكابتن تام المصطفى المدير الفني السابق لإمبي والجونة وعدد من الأندية المختلفة لكن بالعودة لسموحة أنا فاكر أول جل جبته مع اسموحة كان قدام الأهلي من الواقع أول موسم بعد ما مشيت من الأهلي على طول فاول فاول صحيح في أول ربع ساعة تقريبا كان المدير يخلص في ثلاثة واحد للأهل وجريد احتفلت هو اتفهمت بص اي وانا بقى دايما بقى أول حاجة بركز فيها أول جل اللعيم قدام فريق السابق احتفل انت جريد احكيلي عن القصة دي مش جريد انا معرفش يعني انا كنت كان عندي يا كيمب ربنا انا هجيب جون والله مكان احتفالي يعني مكانش قصد احتفال انا كان يعني قلت اجيب جون مش هاجري عايز اروح ازجد شكري يعني لرب فطبعا مع اللعبة بتجري ووراك ناس كتير والله فاهمتك بص والله والله يعني دي كان اتنيتي مش احتفال يعني مش لو انا مش بجري انا كنت اجري هروح ازجد عند الراية كده واحمد ربنا يعني لان انا كنت حاسه ان انا ان اتزلمت في الق هذا الى فتحه ان انا كان استحقه ان انا einعب ماخدتش ماخدتش دوري كامل لكن والله ما كنتش احتفال خاص انا عاقف ان اتفهمك كده بس انا يقول لك علي نيتي بباقا فيه استعادة احساس كده يا هاني قبل ما تلعب ماتش بابا فيه وقت بيجيلك كده انا انا حاس ان انا هجيب جون ليسET الماتش ده انا كنت عندي بص مية في الم متى ان انا ما عارف هجيب جون الماتش ده احساس ان انا احساس ان انا اجيب جون فكنت يعني اللي هو عارف بتزاكن الاحتفال اللي هو هتعمل ايه فانت عامل حسابك انك هتجيب جون ان انا هتجيب جون هروح اجري اسجد عند فطبعا لما العبة جريت وراكم الكلام ده فبان انك بتحتفل اوي ومبسوط اوي لكن النهاية والله ما كانش كده خالص استحالة بص هاني عشان ارجع النقطة دي اصلا انت بتشوف انه ما ينفعش الواحد يحتفل قدام فريق السبب بجماهيرية واسم الاهلي هو دلوقتي احنا في عصر احتراق بس انا بكلمك عن نفس انا لما كل عيب وانت عندك 8 سنين يا هاني بتلعب في نادي الاهلي وبعد ربنا فضله عليك في كل اللي انت وصلت له ده فاستحالة ان انت حتى لو انت تظلمد استحالة انت في يوم الالام هتغلي على النادي اللي معلش عمل اسمك ورباك ومعليش يعني لو اننا دي الاهلي ما كانش زماني قاعد معك هنا كلمك بصراحة فاستحالة ان انا النادي اتاخد بالمعنى ده فكواس انت فتحت عشان كانش فاعب لكده لا خالص كي حد من اللعيبة طب في الاهلي في الماتش ده راح ايلك ايه يا عم ما تهدى انت انت كنت استمعانا من شهرين يعني لا 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 بركات ما قالكش حاجة مثلا لا بركات ما كانش في الماتش ده لا لا في الفترة دي ممكن في الماتش ده ما كانش موجود كنت انت ساعتها بتلعب وكان معك برايما عبدالخالق كان سيد فريد مساء على اعلى اللعيب حمو كان الوينج التاني انت هين هو اشمال بالزبط كان فرقة كانت فرقة كويس ايه الاجيزي كان مانجا وايمن اشرف مانجا كان باكرايت كان ديفندر متى يالي ساعتها في النص وايمن اشرف ومتالي كان سيد فريد ومين تاني وكان محمد صبح متى يالي هو الجنب اي اي او صبح الاسماعيين اخلي بالك كان الفرقة دي كانت فرقة ولعدنا في افريكا سالت على فكرة ووصلنا الادوار يعني متقدمة جدا كنا بنقعد كمان دورة ابطال لازبوط صح فعملنا نتيج كويسة جدا يعني